السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في أول حصة من فيديوهات الاستعداد لمباراة المدارس الوطنية للعلم التطبيقية ومباراة المدارس العليا للفنون والمهن سنرى في الحصة الأسئلة المتعلقة بدرس المتتاليات العددية سنرى في هذه السيارة المتحدث عن السويت نمريك فيديوهات المتتاليات العددية غير العديدية يعني لا تحطوش لسويت أريتميتيك أو لسويت جيوميتريك أو لسويت اللي تكتبولش كال UN بلس 1 أقار F de UN يعني لا تحطوش المتتاليات الحسابية أو المتتاليات الهندسية أو المتتاليات التي تحقق UN زائد واحد كتساوي F de UN حيث أفضل المتصلة في مجال أربعي كيكونوا بعض الأسئلة لطريقة الجواب عليهم إذا بغينا ندروا لغد أكسون يعني تحرير الجواب لتكون الجواب شوية معقد لكن بما أنه عندك يستعمل المطلوب مننا فقط الجواب النتيجة في الأخافة نحن نحاول أن نستعمل بعض الطرق بعض التقنيات لن تحرير الجواب بأسرع طريقة ممكنة بإذا نحن 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 نجمع من الأسئلة کفرسيات جزينت في الأخافة إذا كانت نهاية المتتالية UN بلس أو ناقص UN تساوي جوج فإن نهاية المتتالية UN على أن تساوي هنا إذا نريد أن نجاوبه بالطريقة العادية سنستعمل المبارهنة التي هي خارج المقررية الباكالوريا والتالي سنفكر في طريقة لما تطيني الجواب فقط ما هي الطريقة هنا؟ بما أن السؤال كاقتر علي المتتالية عددية تحقق شرط ما هو هذا الشرط؟ هو أنه لا يميت كون أن تساوي جوج فإن نهاية المتتالية سنحاول نقلب على المتتالية التي تحقق هذا الشرط هنا ثم يكون لديه التعبير العام لديك المتتالية سنحاول نحسب نهاية المتتالية الآن بهذه المتتالية التي أخذت متفقد لأنه إذا قررنا السؤال جيد فهو يقول لي يا بللي إذا كانت لا يميت المتتالية لديك المتتالية لديك المتتالية لأنه إذا كانت لا يميت المتتالية بشرط أن تحقق هذه القضية لذلك سنتقوم بشكل ونقلب لديك المتتالية في هذه المستقبلة سأبحث عن المستقبلة هذه الفكرة التي تستطيعنا كيف سنختار المتتالية تحقيق هذه الشرطة المستقبلة تلاحظ إذا اختارنا المتتالية التي تحقيق المستقبلة ودخلنا للميت في الجهة للميت 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 المتتالية تحقيق كذلك هذه المتتالية يمكن أن نحدد تعبير الحد العام وبالتالي يمكن أن نحسب للميت للميت نهاية بالتالي يمكن أن نحدد نهاية هذه المستقبلة التي يجب أن نتعلمها مهمة كثيرا للميت 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 إذا إلا تدخلنا في الجهة للميت 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 نقص والمتتالية التي تحقيق على الشرط هذا المتتالية المتتالية تعبيري ويحصل لحيث للميت حسابية أساسها هذه المتتالية والدكاتل لاحظوا أنه يق środه U فهي تحقق الشرط هذا سوف يجب أن نحسب لاليميت ديال او ان على ان كتساوي لاليميت ديال دوزان سيو ان كتساوي د وبالتالي الجواب الصحيح على هذا السؤال هذا هو ده التمرين الثاني هنا ما تحدثت ده ده سويت ركرانت أو دهثنين أكبر ذلك سوف ين وفن ده سويت رئيس دهني أول 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 2 ريapan تلك فالفاف كمrioبلغison الأilate وpasدت قص seguinte ال прочرة م و يتوجدي و بينغديد أم أنت توجد وونه أكثر عن ون ون وأنه وأكبر مع ونه يتوجد وينه وسيوف پذرج Eff، فني ، فما يمكنك اكبر إخباره هم استنعت Blog دقليب على وينه بينغديد valuation لن نناقصeth رائرة لعنا نحن عدد الفائل سؤال الأول سؤال أن تكون هناك سؤال عن 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 المتسريات هو أنه Un و Vn مرتبطين ببعضياته. فمتلاح أن Un بلس A لا يمكن أن يكسبها لأشكل Fn لأنه لديه هنا Vn. حتى Vn بلس A لا يمكن أن يكسبها لأشكل Fn لأنه لديه Vn بلس A في المقر. كيف سنحدث النهاية Xn بما أن Xn تكسبها لأشكل خارج متتالية معرفة بالترجع فهي يمكن أن تعتبرها متتالية معرفة بالترجع. وبالتالي الطريقة التي ستساعدها سنحدث علاقة بين Xn أو Xn سنحدث علاقة بين Xn أو Xn ثم سنحدث سنحدث حتى أنه سنحدث حتى نبدأ Xn ساعد UN سنحدث Xn سنفتر ماذا سنحدث حتى نعد نعم ملتقيا ترجمة نانسي قليلا 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 سيكون ألفا. ون يكون سوية جيومترية لسيون كو هو ألفا. وبالتالي سوف نقوم بتعبير الحد لهم ون كاتساوي وفي فوى كو ويساوي لكننا نحتاج إلى الحد لهم حد لهم حد لهم لذلك نقوم بتعبير حد لهم حد لهم حق في الووو أن في الووية والن أنت تعبير المرسومان شكرا وحتى لcorüber الحد لهم وأنت توقيع حد لهم حد حتى إذن هذه هي الفكرة التي سنساعدها في هذا السؤال أيضا، فإذا سنحصل على المتتالية من النوع XN plus A تساوي XN أو كاري. قلنا نفس الخطوات، لأن لدينا كافة ولن جاتبة ثابة يحصل على المتتالية من النوع. لن ن Consultر Blinded هناك يعني لدده H 2WN يعني l'expansial de LN alpha sur beta x2N ممكن لنا نتركها في حالك أولا نتفكر هذه العلاقة A أو X ما تفعله هي l'expansial X LN2 إذا طبقنا هنا تبقى عندي XN ما هو الكلاب الضوء الآن هو alpha sur beta ما هو X؟ هو 2WN لذلك alpha sur beta على 2WN لكن بما أن الهدف هو نحسب للميت فأنا سأختار الإكسبرسيون الأولى حيث أخذ تعطيكم هذه الإكسبرسيون ويطلب منكم أن تحسبوا النهاية فأنا سأرى أنه في الأسع لدينا N إذا كانت متتالية ويكون لدينا X إذا كان لدينا العددية فأنا ضروري أن نعود إلى فرم Expansial هذا أكثر على نهاية إذا هنا نهاية الأولى لدينا Expansial l'N alpha sur beta fois 2Puissance n كيف نحسب للميت هذا؟ ونضعها Expansial للميت 2Puissance n هي Plus l'infini نصبح لنا l'n 2 alpha sur beta هذا عدد حقيقي ولكن إذا كان موجب ليس إذا كان سالب إذا كان موجب يبقى لي Plus l'infini وبالتالي l'expansial Plus l'infini c'est Plus l'infini إذا كان سالب ستكون للميت 2Puissance n لدينا وبالتالي النتيجة ستكون لذلك نحن نعرف أن هذا الألن موجب أو سالب وكما نعرف أن هذا الألن موجب أو سالب سنقارن هذا الألن كبير من واحد فهذا الألن موجب كان هذا الألن صغير من واحد فهذا الألن سالب إذا كما نعرف alpha sur beta وموجب أو سالب سنرى المعطا ما هو المعطا الذي سيجعل alpha وموجب أو سالب سالب تلاحظوا هنا بالنسبة ألف سالب سالب أضم ألف سالب 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 ألف سالب 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 بالنسبة الان دو الفا سور بيطا هذا سرقة طال من زيرو وبالتالي هاتش كله تنفر موال الفيني إذن الإكسفانيسيال الموال الفيني سي زيرو وبالتالي الجواب الصحيح هو كونفرج زيرو متقاربة نحو واحد أو لا نهايتها هي سوف نتقاربة نحو زيرو أو نهايتها هي صفر هنا طريقة رقم جوج لكي يمكننا نحدد الحد العام لهذه المتتالية XN plus 1 نقال XN OK من غير الطريقة لأننا ندخل ال LN هنا الطريقة هي أننا نحسبوا X0 X1 X2 X3 ونشوفوا ما تقومون XN نحسبنا X0 ما تقومون X0 ما تقومون X0 U0 على V0 ما تقومون X1 ما تقومون X1 هي X0 أو كاري من إلعانات الرقم نحو دعانب 0 ما تقومون X0 أو كاري ما تقومون X2 X2 هي XA au carré يعني Alpha sur Beta Alpha sur Beta au carré le tour au carré يعني puissance 4 ونحن نعلم أغلبها لك X3 X3 c'est Alpha sur Beta بعدها يه X2 au carré X2 هي le tour au carré إذن ما تلاحظون كلما زلنا الرطبة كلما تزدت واحد au carré تفقن إذن بصفة عامة X1 ما تفعل هي Alpha sur Beta ما ستكون عندي au carré في X3 عندي 2 2 2 عندي 3 fois في X2 عندي 2 fois في X1 عندي 1 seule fois لذلك X1 ستكون Alpha sur Beta على puissance 2 على puissance 2 على puissance 2 على puissance 2 הצ على puissance 4 على la puissance 2 على punched 2 على心 X3 Dingen على that على puissance 2 على puissance 3 لدينا مست Shamina ت Państwo لدينا في الهدف هذه الن��� تtitين ради المعاشر هذا يسعي إلى البعدي سنضر لجدء أن نعبر الجدائم طريقة ثانية هي أن نعبره للحدود ثم نحاول نلاحظه ما هو الحد العام بصفة عام XN لكن تتبلي طريقة الآلا من الأفضل و هذه شيء كلاسيكي فأنا لا تحكي عن سيعمل طريقة الأولى كان طريقة أخرى بنجابه للسؤال بما أن المطلب مننا فقط لا الميت فلا يجب أن نقوم بعمل الحد العام للترم جنرال عندما نحسبه للميت ممكن أن نحسبه للميت عندما نعرف ما هو الترم جنرال تلاحظون بأن هذه المتتالية معرفة بالترجع بالشكل التالي X0 معروفة Xn plus 1 تساوي Fxn هذه المتتالية تقريناها في الباقي فلاة 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 والفا أحسب إلى صحة فلاة وليس لك فلاة وإعادة فلاة في الباقي يضع للميت على السابق في البحث يجب أن نقوم الآن فلاة 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 أحصل ساوية Fn فنقص F فنقص X X² سوف نرى الطريقة كيف نتعامل مع المتتاليات المعرفة Un plus 1 equal Fn المتتاليات المرتبطة بالدلا سوف نرى الرتعب للدلا لنرى الرتعب سوف نرى الرتعب لكن سوف نرى الرتعب سوف نرى الرتعب ثم نرى الرتعب هذه طريقة غير صحيحة سوف نرى الرتعب ولكن الهدف سوف نرى الرتعب حسنا إذا لدينا نرى الرتعب سواء كوصانت أو كوصانت فهذا سوف نرى الرتعب لدينا نهاية Xn أضمى المتتالية تقبل نهاية وهذه الحالة التي تكون غالبا أو دائما في التماريض دائما تتعامل متتالية لرتيبة تزايدية أو تناقصية كيف سوف نعرف الرتعب كيف سوف نحسب الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث ينسى دسويت سوف نرى X1 كبار من X0 X2 كبار من X1 X3 كبار من X2 أو يساوي لا مشكلة لنرى أنها تزايدية أو لا نرى أن X1 صغر من X0 X2 صغر من X1 X3 صغر من X2 في نهاية في هذا الحل تشعر بالنهاية في هذه الحالة تتأكد T Esther فكل متتالية رتيبة عندها نهاية توجد T8 وفي تحرير إلى أدوات أو أدوات أو أدوات خطوة الثانية وهي أننا نقلب على تأطير للمتتالية Xn نحن نبحث عن المتتالية Xn كيف نأخذ هذه المتتالية أول شيء نرى الرتابة انطلاقا من الرتابة يمكن أن نحضرها حتى تقطيع إذا كانت المتتالية Xn تزايدية فهذا كانت باللقية سوى N كبير من أو يساوي P Xn كبير من أو يساوي Xp إذا كانت Xn تناقصية فهذا كانت باللقية سوى N أكبر أو يساوي P Xn صغر من Xp ولكن قضية مهمة لا يجب أن نردها بعد المرات المتتالية Xn تكون تزايدية انطلاقا من حد معين نحن نطلق بمعنى بعد المرات تزايدية انطلاقا من X2 أو انطلاقا من X1 لا يوجد انطلاقا من X0 نعطيكم مثال مثلا هذه المتتالية X0 كيساوي 1 X2 كيساوي جوج X3 كيساوي 1 X4 كيساوي 1 جوج 1 ال4 1 ال6 مثلا 1 ال8 ما تلاحظون هنا من 1 الجوج تلاحظ ان المتتالية تزايدية ولكن من الجوج تناقصية من 1 ال1 الجوج 1 ال4 1 ال4 1 ال7 1 ال8 إذا من الجوج تناقصية إذا انطلاقا من 1 ال8 1 ال8 1 ال8 فاحتفت الحالة يعني لكات المتتالية رتيبا انطلاقا من حد معين ممكن أن ننطبقها القاعدة يعني CXN من المتتالية إذا كانت XN رتيبا انطلاقا من حد معين فهي تقبل نهاية ليس ضرورة رتيبا انطلاقا من حد الأول سواء تناقصية ولا تزايدية وبالتالي في هذه الحالة إذا كانت رتيبا انطلاقا من حد معين فستنطبق هذه المتفاوتات ولكن انطلاقا من حد معين بمعنى XN تناقصية ولكن مثلا XN تناقصية ولكن انطلاقا من أن يسوي جوج منظر الواحد ما كانش تناقصية ولا التناقصية منطلاقا من أن يسوي جوج فهي تشكيني باللي كالكو سواء كبر من جوج XN صغر من X جوج صفقين؟ يعني كنا نخدم متفاوتا انطلاقا من أن يسوي جوج سوف نرى الهدف النهاية لا يوجد علاقة بالحدود الأولى أن يسوي 0 و أن يسوي 1 هذا ما لدينا في حساب النهاية لأن النهاية تتعلق بالتعليق 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 أو بالتعليق بالتعليق لأن النهاية تتعلق بالتعليق مثلا XN متتالية تزايدية انطلاقا من أن يسوي 1 فهي تشكيني باللكير كو سواء كبر من 1 XN كبر من X 1 يعني لا تنهضروا على X هنا لا تنهضروا على الحد الأول ولكن الحد انطلاقا منه الرتابة أو التابتة أو المتتالية واللات رتيبة قطعا القضية كانت في الكونكو في المدسين 2020 كانت متتالية معرفة بشكل UN بلس 1 كو سواء وكانت المتتالية رتيبة انطلاقا من أن يسوي 1 كانت القضية مهمة جدا لكي يمكن أن تعرفوا إلى النهاية الخطوة رقم 3 إذا كانت لسوي XN قواصلت علينا أن نعرفه وش لسوي XN إما جوري يعني ماكبورا أولا لا لا ماجوري لا ماجوري يعني رئيلا ماكبورا سي XN إما جوري croissant إما جوري أولا إما جوري متقاربا متقاربا غير ماكبورا ديفرجان 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 ماكبورا نرى ماكبورا 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 immunity ماكبورا متقاربا إذا كنت تغير مصغورة فهي متبايدة divergent divergent هذه هي من الخطوات التي أعلم أصعب الخطوة هي هذه التي قمت بها الثالثة هي الثالثة إذا لدينا متتالية تزايدية ليس سهل أن نعرف ما رغم مجوعة أو لا لكي نعرف هذه القضية غير بالملاحظة ما رغم مجوعة؟ يعني إذا كان واحد الهدد أم بحيث XM صغر من أم ما معنى منه؟ يعني إذا كان واحد الهدد ألفا بحيث XM كبير من ألفا وهنا أصعب الخطوة في هذا التمرين كيف نتعلم هذه الخطوات و نضبطه جيدا المتتاليات المعرفة بهذا الشكل سنقوم بإمثلة مع كثرة الأمثلة نتعلم أن نخدمه بهذا الطريق هذه في الحالات التي تكون في من المتتالية متقاربة في حالة حيث XM يمكن أن نقوم بإمثلة في الحالة تقوم بإمثلة من المتتالية من المتتالية فهو XM لا يحتاج إلى هذه الخطوات لكن ما زال أنه مهمة المشكلة المعادلة فهو XM لا يكون لديها حل وحيد في الغالبية التمرين لا يكون لديها حل وحيد هناك المشكلة لأنه النهاية وحيدة وحيدة لا يمكن أن نقوم بإمثلة من المتتالية كيف نتصرف إلى أن نقوم بإمثلة وحيدة لديها حلين L1 و L2 هناك نستعمل بهذا التقطير الذي قمت بإمثلة فإذا قمت بإمثلة هذه الخطوات فأنا قمت بإمثلة حدد التقطير للمتتالية XN بين أن XM نحصر بين A و B فأنا قمت بإمثلة حل المتتالية XN فأنا قمت بإمثلة فأنا قمت بإمثلة المجال 4 لأن إذا كان XN ينتعمل المجال 4 إذا دخلنا للمتتالية وهذه قاعدة للمتتالية XN حتى تكون محصرة بين A و B هذه هي الطريقة ضروري أن هذا الحل لا يكون في المجال 4 وبالتالي يمكن أن نحدد النهاية المضبوطة فأنا قمت بإمثلة فأنا قمت بإمثلة المتتالية 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 XN XN أول شيء نرى الرتابة كيف تقوم بإمثلة X0 هي ألفا سور بيتا نحسب X1 X1 هي X0 ألفا سور بيتا Steiner X2 ألفا سور بيتا أكذ全Baby أي ألفا سور بيتا أكذ方 X3 ألفا سور بيتا أكذة على الواسنة أكذ portal منهم يمكننا التأكد من الرتاب كيف نفعل هذا؟ نقارن x1 مع x0 ما هو كبير؟ وعلى ألف على بيطة أو ألف على بيطة أتنسي هنا ما حيث عندي أكاغي ألغة كبيرة من هذه نحن نرى الأساس نعطيكم مثال هنا إذا رأينا واحدة الجوج وقارنها مع واحدة الجوج أوكاغي ما هو كبير؟ واحدة الجوج أوكاغي هي واحدة الأربعة اتناها بأن واحدة الجوج كبيرا ما بين اكاغي الي اخذنا مثلا الجوج وقالنها مع أكاغي لأكاغي، فكبير أو كاغي rugged كان ما هو الأساس الذي ف Hokum гляд في هذا الترتيب هو الأساس الذي هو واحدة الجوج في الحالة الأولى والجوج في الحالة الثانية إذا سنكون الأساس كبيرا ما من يبدل فكل أوسASE كل ما يقوم بزد العدد كل ما أصحاب بين فريد كل ما أصحاب من العدد كبير قطعا من 1 فكل ما يزايد الأسس كل ما كبر العدد سنضغط البال في القضية إذا ألف على بيطة أو كغي وماذا كبر من ألف على بيطة؟ سنرى ألف على بيطة وماذا كبر من 1 أو صغر من 1 سنجد هذه القضية لدينا المعطيات ألف كبر من 0 وصغر من بيطة يعني ألف على بيطة صغر قطعا من 1 إذا إكس 1 سنجد هذه القضية سنجد هذه القضية من هذا الحد الأول قلنا بأنه ستكون قضية قطعا وماذا كبر من الألف لنصل إلى الحد الثاني أو الثالثة أو الرابعة سنرى حتى إكس 2 أو إكس 1 ما كبير؟ إكس 2 أو إكس 1 إذا ألف على بيطة ألف على بيطة أو كغي مرة أخرى أو كغي مرة أخرى إذا كبير ما ألف على بيطة أو كغي أو ألف على بيطة أو كغي من نفس الطريقة لنقارن هذا مع الوحد وهو ألف على بيطة أو كغي قارن هذا بداخل أسمة 1 ونقول ألف على بيطة صغر من 1 ألف على بيطة أكاري حتى يصغر من واحد وبالتالي ألف على بيطة أكاري لتو أكاري صغر من ألف على بيطة أكاري إذن إكس جوج صغر من إكس واحد وبنفس الطريقة نقوم بعمل عضوفات القضية نقوم بإكس 3 صغر من إكس 2 إذن كنستنجوب لإكس 1 إدك رسانت إكس 1 متتالية تناقصية إذن الإستنتاج ما إكس 1 أضمن الليميت إكس 1 تقبل النهاية الخطوة الثانية إكس 1 تناقصية خاصة نحدد هل هي مصغورة أو غير مصغورة مصغورة يعني كنه واحد العدد ألفا بحيث إكس 1 كبير من ألفا كبير سواء من أبلغ تغيطين سيغطين الآن غير بالملاحظة يمكننا نحدد هذا العدد هذا إذا إكس 1 بلس 1 تساوي إكس 1 أكاري ما تلاحظون هنا؟ إكس 1 كبير من واحد العدد الذي هو زيرو ومقارنة مع الزيرو الواحد تكون سهلة مقارنة مع الزيرو يعني هي الإشارة إشارة يعني بالمورد تنقدر اللاحظة الإشارة هنا كتبلينا أن إكس 1 موجبة متتالية موجبة غير ما الحدود ديولها أولا من هذه فهي متتالية موجبة وهذه واضحة ويسكن هناك الأس دائما الأس يكون موجبة إكس 0 موجبة إكس 1 يكس 0 أكاري موجبة بين المتتالية موجبة وبالتالي تلاحظون بإكس 1 كبير من زيرو اللي كتبلي إكس 1 متتالية مصغورة بزيرو إذن تناقصية ومصغورة وبالتالي متقاربة شوية x هي كنفرجنة عرفنا من هذا المصغورة ما سوف نقول هذا أولا النهاية حل المعادة فدو إكس يساوي إكس إكس أكاري يساوي إكس أتنسان لا تقوم بأسجل من موجبة أدرس إلى إكس من هنا ومن هنا أدرس إلى إكس يساوي واحد اتنش! كان دي اكس الجيال اخرى كان دي اكس او كاريما اكس كتساوي زرو ان فاكتور انسبور اكس نعمله ب اكس تقليل اكس اكس ناقص واحد كتساوي زرو وبالتالي اكس كتساوي زرو او اكس كتساوي واحد للمعادلة تقبل حالين حال اول وزرو حال ثاني وواحد في نهاية النهاية واش زيغو ولا واحد هنا كنستعمل التأطير اكس ان كبير من زرو واشا التأطير كافي هذا غير كافي لانه حالين يوجوج كبير من او يساوي زرو فانا خصني التأطير الذي يقصي لي احد الحلول ماذا ما زال مستعمل جنيه ماذا التأطير الذي ما زال مستعمل جنيه التأطير باستعمال الرتابة اذا سوف اتعلاج المونتوني للتأطير لتأطير ان يكون اذا كانت اكس ان تناقصية اذا كانت اكس ان تناقصية اذا كانت كبير من حد الاول تزايدية اذا كانت صغير من حد الاول حد الاول لانه انطلاقا منه تبدل اذا كانت تابعة تابعة حد الاول اكس ان تناقصية وبالتالي اكس ان تكون صغير من اكس زرو هو الفا على بيطة اذا كانت اكس ان كبير من زرو وصغير من الفا على بيطة اذا حددنا تأطير للمتتالية اكس ان وبالتالي حتى النهاية سوف نحصر ما بين زرو و الفا على بيطة كيف حقق السرطة من الواحد فعلا لانه كبير من sanction حتى لانه بيطة لا لأنه قلنا بأن الفلا بيطة صغر قطعاً من واحد وبالتالي واحد ممكن أن يكون هو النهاية إذا النهاية هي اليساوي 0 وهذه طريقة أخرى لحساب النهاية بدون حساب الحد العام فهذا السؤال كانت مطلوبة مني النهاية للميت لو كان مطلوب مني الحد العام في الاقتراحات فأنا لا أقوم بعمل هذا المجهود كامل فأنت أطلب مني الحد العام في الاقتراحات ما سأقوم بعمل؟ يكفي أن نأخذ قيمة لأن أن يسوي جولة لأن يسوي ثلاثة ثم نقارن مع الاقتراحات تقنية معروفة جدا وكلاسيكية في الاقتراحات مثلا أعطوني في السؤال لثارم جنرال للا سويت الحد العام للمتتالية العددية ثم لدي مجموعة الاقتراحات الاقتراح الأول ألفا سور بيطة 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 على الناس 2 ن سنرى الآن سألنا فرن ن بالغاية ن سيضاء ن سألنا ن سنرى فن سنرى ثم سنرى إيه مريضا والمرفز والمرفز سنرى سنرى اقول 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 تقوم بإسترداد X1 زمانة X1 من المريض الأسفل زم X0 لـ Alpha و قام بإستعداد تقوم بإستعداد U1 وهناك هذه الاقتراحات هي قيمة مقترحة X سنرى أولا أو Alpha و أوقات لا يمكن الثاني فن возможно واحد الثاني ألفا سور بيتا احترية ألفا سور بيتا الاقتراح الثالث ألفا سور بيتا على بيسانس 2 الاقتراح الرابع ألفا سور بيتا على بيسانس 2 احترية لذلك كما عندي دو فالور بيسانس لكن الجواب عندي جواب واحد صحيح كيف سنتصرف هذه الحالة؟ سنأخذ قيمة أخرى لأن نأخذ مثلا أميغالا 0 كيف سنتصرف X0 ألفا سور بيتا بالنسبة للاقتراح الأول والثاني عدو صافي بلما نبقى نشوفه نشوف فقط اقتراح ثلاثة وربعة قولنا سنأخذ أميغالا 0 واقتراح الثالث ألفا سور بيتا بيسانس 0 اقتراح الرابع ألفا سور بيتا على بيسانس 2 بيسانس 0 بيسان 0 سنأخذ ألفا سور بيتا وبالتالي سنأخذ اقتراح الثالث وبالتالي الجواب الصحيح هو اقتراح الأخير لذلك تعبير الحد العام سنأخذ سؤال بالتعبير الحد العام سنأخذ 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 بيسانس السويت سنأخذ 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 هنا سنأخذ كامل سنأخذ ان 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 اتفع الطريقة التي تريد سنأخذ هذا سؤال وقالوا يقولون ان 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 بالخطاء الوطني معرفة احد تتوقف المتتالية هم هندسية هم غير جي骘 تقدم كامل ذات هذه المتتالية المساعدة ثم نراجع نحدد المتتالية المجهولة بإدالات المتتالية المساعدة التي لدي تعبير الحد العمدية ثم نتمكن من تحديد تعبير الحد العمد مثلا هنا VN هي المتتالية المساعدة وقالوا هي أنها إنسويت أغيزميتيك ثم نحدد تعبير الحد العمدية المتتالية المساعدة ثم من خلال هذه العلاقة بين VN و UN نخرج UN عن فنكسون de VN نضع هذه الطريقة ومن بعد نرجع للطريقة الأفضل والأسهل والمنصوح بها في MPCM يعطينا الجواب في أقل مدة ممكنة لكن نتبع هذه الطريقة التي نستعملها والتي مقتلحة من طرف سوء VN هي المتتالية 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 المتت نقصة plus N خاصة نضاب الأساس سأجيب الأساس أنا أعرف أن VN متتالية حسابية لا أستطيع أن نحساب في UN ثم نبسط ثم نقض في الحساب أنا أعرف أن يخرج لي أعداد ولكن سيتعطل بكثير في الحساب سأستغل القضية أخرى لأنني أعرف أن VN فأعرف أن VN-V0 مثلا فأعرف أن تطني الأساس أو V2-V1 أو V3-V2 على حسب المعطيات أنا أفضل في V1-V0 أرغب أن تطني V1-V0 أرغب أن تطني أرغب أن تطني U1-V1 ثم U1 سنحسب عن طلاق من هذه العلاقة نقص V0 أرغب أن يكون أرغب أن تطني أرغب أن تطني أرغب أن تطني أرغب أن تطني النقص للمتتالية VN كيفاش دابا نرجع لحده UN لأن الهدف دينا هنا هو UN نرجع لعلاقة ما بين VN و UN وهي هذي VN كتساوي B على B UN وبالتالي VN فو B UN كتساوي B دونك الهدف دينا هو UN دونك B نشر فو UN فو VN ضاقص F و VN هذه نديها للطرف الآخر تفقالي B زايد F و VN وبالتالي UN كتساوي B زايد F و VN على B F و VN ثم نعود VN بإكسفريسيون لدرجة حددتها وهذا يمكننا حددنا تعبير الحد العام للمتتالية UN لكن هذه الطريقة هذه غضية لي الوقت أنا بغي طريقة سهلة بش يمكنني نحدد الجواب في أسرع مدة زمنية ممكنة بما أنه في التمرين عندي متغيرات لي A B و N فأنا قد نأخذ قيم لها هذه الأعداد هذه يعني نأخذ قيمة ل A و B ثم قيمة ل N أول حاجة نأخذ قيمة ل A و B نأخذ مثلا A قالة 1 A قالة 2 B قالة 2 إلا عودنا طبقا UN plus A كتساوي B و كاري C4 plus 4 A fois B moins A au كاري moins 4 Faut UN donc 4 زيد 4 ناقص 4 4 فو UN ناقص A au كاري ناقص 4 إلا B au كاري فو UN يعني 4 UN زيد B au كاري ناقص AB ناقص A au كاري إلا أربعة UN ناقص 4 إلا 4 UN ناقص 4 UN plus A كتساوي 1 أعندنا لشانس حيث هنا UN متتالية تابيطة فأخذنا U كتساوي جوج و B كتساوي جوج عشوائيا نحن في متتالية تابيطة بالتالي هنا تحقق من الاقتراحات سيكون سهل جدا يعني رضي ناقص مكي لش ناقص قيمة لآننا لأن المتتالية تابيطة بشونا نعود مباشرة في الاقتراحات A يساوي جوج و B كتساوي جوج الاقتراح لغادي أعطني واحد رضي يكون هو اقتراح صحيح لاحظنا بل اللي حسبنا U0 هي بالأ يعني جوج على جوج حتى يواحد لأن فعلا المتتالية تابيطة القيمة التابيطة لها هي واحد نعود في الاقتراح وعوضنا A في جوج وبا بجوج تبقى عننا جوج N زائد جوج على جوج N زائد جوج اللي هي واحد الاقتراح بA تبقى عننا N زائد جوج على جوج N زائد جوج اقتراح سي سيضřطينا جوج N ناقص جوج على جوج N ناقص جوج قيمة اقتراح منها ثم نتضع اقتراح من الأول المصدر التي تتعلقها هي A و اووسي سوف أبدا أنấn بشكل ندوح يوجد مستطيع قيم أخرى يعني تقوم بو اوك الذعب نضع أي اقتراح pressured لكني يجب أن نختار حدوث نحيط إلود أكتسوي جوج و أكتسوي جوج نحض إلود أكتسوي واحد و أكتسوي جوج في الأول كلما نخرج لنا متتالية تابعة يعني يبقى فيها هذه الأم لم نكن أحب هذه الموضوع الإطلاق كان يكفي أن نصف الإطلاق الآن لكن بما أنه متتالية تابعة قد تابعة لا يكون هناك قضية الآن لأنه متتالية تابعة الأمم ستكون واحد بالتالي هذين نبدله او بي ناخد اكي سبي واحد بكي سبي جوج مرة اخر غنحسبه او ان بلس ا فغتطاني بي او كغ هي ربعة زائد او بي ناقص او كغ في او ان ربعة زائد جوج ناقص واحد هي خمسة او ان ناقص او كغ يعني ناقص واحد او ان ربعة او ان زائد بي او كغ ناقص او بي ناقص واحد ناقص او كغ يعني ناقص واحد لنسبع ان خمسة او ان ناقص واحد او ان ربعة او ان ربعة ناقص جوج هي جوج ناقص واحد هي واحد دبنا ناخد قيمة لان مثلا ان كي سبي واحد علم أنه يبقى لي غير اقتراح الداب وغير وغير سريع أو لا بالنسبة للباو الداب لا ما نعود فيه نعود ن بواحد يعني نحسبه او واحد لا يوجد ن بواحد كان قصد بان يساوي واحد سنحسب او واحد لأن الاقتراحات هنا فيهم حلول مقتراحة للحد العام او انا إذن سنأخذ ن يساوي واحد بمعنى سنحسب او واحد فهي هنا نحسب نحسبنا او 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 بلس او فشننه او صلاحة فههتي العلاقة تراجعية لكنها او واحد كيف حسبها سنجيول هنا ونعود او او زارو text 3 قمنا خمسة في او زارو خمسة في او زارو او زارو مالغ مالغ desc 1 ارتäft ان ارتفع آرت او زارو ارتفع دル المؤمن المال��غ يعني رفع في عارف عارف الجوج زائد واحد خمسة في جوجية تسعود سعود ناقص واحد نقص واحد نقص واحدية تسعود الى رفع في جوجية ثمانية دوك تسعود دوك تفقى لية واحد الوذاب نعود اللي عودنا بأن يساوي واحد في A نتفقى لية A زائد B على A زائد B دوك الاقتراح يحقق وبنسبة للس نتفقى لنا A ناقص B على B ناقص A ناقص أرهي ناقص واحد وبالتالي اقتراح سيكون اقتراح صحيح وبالتالي الجواب الصحيح والجواب A هنا رغم ممكن إذا اخذنا بعض القيم الأخرى أو B مثلا A تسعود 3 أو B تسعود 4 رغم ممكن من الأول نضعه في الجواب الصحيح هذا هو في هذه الحالة من التي تدرنا A تسعود جوج B تسعود جوج فبالتالي اقتراحات ممكن أنها تكون صحيحة وبالتالي اتطررين أنها نبدل مرة أخرى قيم A و B لكن رغم ممكن هذه الاختيارات نديرها مع شوائيا يعني ممكن بعض الاقتراحات A و B تعطيني مباشرة من الاقتراح الصحيح الصحيحة ؟ اشتركوا في القناة